موسيقى السلام عليكم ومرحبا بكم تمنى تكونوا بألف خير اليوم ان شاء الله سنقدم لكم وجبة دي العشاء أو غداء المهم كل واحده فوقش سيحضرها بما انه بزاف منكم اللي طلبوا مني اني نتشارك معكم هاد النوعة دي الفيديوهات فعلى راسي وعينيه فوق ماء يعني نحضر هكا يا وجبات بهاد شكل هادا فاكيد هدي نتشاركهم معاكم بنسبة للوجبة دي اليوم يا كانت وجبة دي العشاء حضرت هاللعشاء وكيف العادة سهلة في التحضير والسريعة صحية والاهم انها لذيذة تمنى ان الفيديو دي اليوم يعجبكم وتستبدو معايا فيه ويلا هنبدو بسم الله بسم الله اول جاي ابديته وهو غدي نشرمل هنا يا لعداند عندي 500 جرام ديال لعداند اللي كان عندي هكايا على شكل شرائح او ستك وقطعتوه بشكل طولي مهم تيكون ارقيق بهات شكل هذا اضفت عليه واحد البصلة متوسطة اللي تهي قطعتها الى شرائح مهم هاد تشاملها ديال لعداند انا كنت حضرتها في الصباح يعني وحتال الوقيته ديال العشاء يعني في الليل وعدك الساعة غادي نطيبه مهم ضروري شحال ما بقنا في هاد التتبيه له هادي شحال ما تيجي لديد بزاف كنتو غادي تحضروه مثلا الغداء فكتشرملوه بالليل او في الصباح يعني بكري كنتو غادي تحضروه بالليل او في الصباح اضفت كذلك شوية ديال الملحة اضفت كذلك شوية ديال الملحة ما زال غادي نضيف للموتاقض وكذلك لدينا دينير ان يكون تمرقداه في شوية ديال الخل والحامض فنحاولوا اننا نردوا البال مع الملحة ضفت كذلك واحد شوية ديال البصار واحد المعلقة صغيرة ديال الموتاقض او الخردل سوف اضفت شوية ديال الشوارمة او اضفت خرقوم اضفت شوية ديال خرقوم وديال السكنشبير سوف اضفت بزارين المحلط مباشرة اضفت شرملوه من الصباح حتى اوقات العشاء سوف نحضر 5 دقائق سوف نحضر التحضير في الطنجرة نضيف الماء نضيف الملح نضيف الملح نضيف المعجنات waotto سوف نضيف المقلاة ثم نضيف المعجنة زيت زيتون سوف نقوم بإضافة لدن دينا ونقوم بإضافة لتحمر ويجعل الطيب مزيد وكذلك تطيب لنا حتى ديك البصلة ممكن إلا بغيتوها تزيدو حتى مع خضر فتاة يجيل ديت بزاف يعني تديروها كشرائح ديال فلفل خضره وحمره تيجي بحال شكل ديال الفاخي التاسي ممكن إلا بقيت عقلي على السمية بالضبط ممكن دخلو خضر إلى بغيتو يعني تضيفه معها ممكن يعني هذا اللدند هذا تديروه يعني كيفما غذي نحضره أنا هكا يعني شكل فردي في الطبق أو تعمروه في ضيء ساندويتش يعني تهو تيجي لديد سافي هنا رأكون تخليت لدن ديالي كي يطيب كذلك لبات دينا كيتسلقو غذي نمر باش نحضر السلطة مهم هنا كنت نقيت درت هكا سلطة مغربية دينا فيها الخص ما تيشال بسلاء والخيار كذلك عندي وحد الجزرة اللي بشرتها من بعد وغذي نحضروا باش نحضروا السلطة باش غذي ندير من هاد مع هاد الصالات هاد درت فيها في وحد القريعة درت معلقة كبيرة ديال مايونيس اللي كتكون من السمى بالتومى اضيفتها معلقة كبيرة لخل وزيت الزيتون وزيت النباتية اضيفتها 1.5 معلقة صغيرة لسكر اضيفتها 1.5 معلقة صغيرة الملحة 1.5 معلقة صغيرة الملحة 1.5 معلقة صغيرة الموتاقت اضيفتها معلقة من السبولات من مستريات زبا Psal e來brass 1.5 معلقة صغير 1.5 معلقة صغيرة 4 معلقة صغير 0.5 معلقة صغيرة 0.5 معلقة صغيرة 0.5 معلقة صغيرة نحضر الخبز بالثومة وزعتا نحضر الخبز بالثومة وزعتا نحضر الخبز بالثومة نحضر الخبز بالثومة وجدت زبدة نحضر الخبز بالذوب حتى الظبدة و يأسبت مع الطذين اضفت رشيشة لبزار 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 سلطة المغربية التقليدية 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 لا يحتاج للشكلة اضافة جبن كريمي اضافة جبن كريمي يضم جبن 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 اضافة اللقبة اضافة رشة جبن نضيف 50-100 جرام الجبن نضيف 50-100 جرام نضيف 50-100 جرام الجبن نضيف 50-100 جرام الجبن نضيف 50-100 جرام الجبن نضيف 50-100 جبن نضيف 50-100 جبن س 매�ط انا اخر شي اقدرت رشيشة ديال السعتر ممكن تديرو شوية ديال توم القسابي او سيبولات مهم او تخليوها غير بذيك الملحاول بذيك لصوص ديال الجبن فراها كدشي الديدة سافي هناك تكون الليبات ديالنا راه جاهزة كذلك لدى ندراه طاب السلطة ديالنا راه كل شي واجد لان غدينمرو باش نقدمو الوجبة ديالنا ديال اليوم بسم الله بنسبة للتقديم ودائما مهم حاولت نبقى هكا ينحط العشاف اطباق فردية وطبعا كاينين عاوسنين نوع ديال الوجبات اللي ضرورة يكون طبق رئيسي وكنت شاركو فيه كاملين مهم غادي نبقاو في نفس التقديم تقريبا درت السلطة ديال سلطة الخضراء ديالنا الخص مطيشا الخيار والبصل بنسبة الجزار انا حكيتو في الجهة رقيقة وهكا يادرتو غير من الفوق مخلطوش يعني مع السلطة ديالنا ومن الفوق كان زيين بوحد الحبة ديال الزيتون الاسود المهم تزيين على حسب واخر شي يعني حتى نقدم طبق ديالي باش عاديك ساعة غادي ندير ديال السلطة اللي كنا حضرناها باش ما كتلقلناش الماء وما كتلقلناش الماء وما كتلقلناش ديال ديالنا من بعد جانبا غادي نضيف هكايا ليبات ديالنا كيف كتشوفو تجيم علكة والديدة وما دلناش فيها يعني لكريمة اللحلي غير جربوها ان شاء الله غادي تعجبكم سوف نقدم هكايا جانبا لك البعض كي قلت لكم واحدا هم غادي نقدم كذلك لالدان ديالنا اللي درنا له التوابل ديال شاورما تهو جرديد ومحل اللي كبتك لبسلا كي قلت لكم بريتو تضيفو خضر تضيفوه معاه تصلاح انه يدار كحشول السندويتشات فتيجي الديد بالساف واخر شيء وهي دوك الخبز اللي كنا حضرناه من السمب التومة وزعتن تنقدموها كي الجانبان يعني احدى اللدان ديالنا وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال وجبة ديالنا ديال اليوم اخر شيء كنضيف وهي ديك السلسة كي قلت لكم كنضيفها يعني هي الاخرى باش ما كتتترطب لناش الخص وهذا وما كتتلق لناش الماء وغادي يعني يفزق لنا طبق ديالنا مع المكونات الليحدة وهكا نكون وصلنا النهاية ديال فيديو ديال اليوم لي كان عبارة على وجبة ديال عشاء او غداء على شلاته وممكن تحضروه الغداء يعني يراها وجبة مشبعة سهلة في التحضير صغير كيفاش تعرفوا انكم تندموا الوقت ديالكم يعني منين تكون شي حاجة كالطيب الواحد يدير حاجة واحدة اخرى ما يبقاش غير واقف ولا كي تسنى على ما تطيب ديك الحاجة عاد نمرو الحاجة التانية يعني يراها وجبة اللي تقدروا تحضروها في نصف ساعة وكي يكون هكا يا وجبة اللي لديدة كتشهي وسهلة في التحضير وصحية تمنى ان شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم إلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسوش انكم تجعوني بواحد اللايك تخليوا لي الرأي ديالكم الاقتراحات ديالكم في التعليقات تشتركوا في القناة وما تنسى منيش مصالح الدعاء ديالكم صحا والراحة والسلام عليكم